وتنضم إلينا عبر الهاتف سيدة زينب لجماطي وهي عضو المجلس البلدي سوق الخميس سيدة زينب أهلا بك وبداية لو تطلعين عن بداية هذه المشكلة وانقطاع المياه عن بلدية سوق الخميس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فحيا طيبة لكم ونصر المساعدين في رأس حياك الله نحن سعيدة في الصفة هذه اللي حصلناها على قل وصولي أهالي ما نقصتنا من أزمة في المياه هذه اللي بتواصل سمعنا من فترة حقهم عشبتك الحل حتى السنة هي فاتف وصلنا تجميع مدالة مالية من الأهالي والسنة هذه تجالب المياه كانت من العصر ريال الأسيرة قارى رمضان المبارك الناس عايزة من إجرار المياه عن بريطة الزناس نعم طيب سيدة زينب أولا يعني يريت لو تسمعينا من السماعة الهاتف ونحن نسمع صدى صوت وأريد أن أسأل هنا عن سبب هذه المشكلة أنت تتحدثين عن مشكلة من العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك ومين مثلها هي عطل في بضخات المياه الأبار اللي تزود في المنطقة طبعا ونحن عضو مجلس بلدي ما لابنات من ديروا حل للأهالي من فترة صادقة جمعوا وحاليا الأجنب جمع منهم ثاني فهذا عدى كبير على المواقع طيب من الجهة المسؤولة لو توقعنا أن يكون هناك حل من الجهة المسؤولة التي يقع على عاتقها إيجاد حل هذه المشكلة والله يفترض أنه هو يقول المجلس البلدي أعضاء المجلس البلدي وأنا واحدة منهم طرحا نعم ولكن عن طريق قناتكم الموقع يقدم اعتذاره لأهل السبب الخميس لأننا عندنا صلاحية مش تغلق طيب يعني العمل البلدي فردي نعم سيدة زينب هناك عديد البلديات تشتكي من هذا الأمر وأنها لم تمنح الصلاحية ولا التفويضات المالية هل تواصلتم مع جهات الدولة الجهات المسؤولة في العاصمة لتمويل مثلا صيانة أو مشروع جديد لتغذية المنطقة بالمياه والله بصدق يا سادي تواصلنا مع الجهات المسؤولة مع وزارة الحكم المحلي مع المجلس الرئاسي كانت في خطوة لوزارة الحكم المحلي إنها تعطينا صلاحيات ومشتغنوا وفيه بيزانية تسييل البلدية لكن كان حضر على ورق فعليا نستغل ناجد صلاحيات فردية يقال إنه فيه مشاريع فيه ميجانية لكن أخير من السبعة دين هذه واحدة من الناس العاني زي باجل الأهالي من أزمة المي طيب طيب كيف هي الأوضاع في مجملها في البلدية بلدية سوق الخميس أوضاع الأمنية والمعيشية ومي زي باقي البلدية بصراحة في ليبيا فيه وضعها منية سيئة فيه وضع معيشية سيئة أكثر حتى هي أزمة السيولة في مصرف واحد هو في المنطقة والسيولة لما تجيه ما تقلطنش البلدية مش البايرة جاهزة إنها هي ترك بالها من المصرف إنها يوصل لكل الناس طيب سيدة زينب نعم سيدة زينب لو طلبت منك رسالة الآن باسمك أنت كعضو في بلدية سوق الخميس رسالة لمن تريدين توجيهها والله رسالة عنها باعتبار عضو مجلس بلدي ومواطنة من المواطنين سوق الخميس رسالة لكل المسؤولين صراحة إن يوصلوا الإمكانات وحطوا فيهم الناس الثقة باش يقدموهم وينكس عليهم هالعداء من جميع النواحي اقتصاديا وأمنيا وماليا إنهم ينظروا للمواطنة بطرحة ويكونوا ضد المسؤولية ومش كل واحد يكون المسؤولية بطرحة ويخلي الناس في المعاناة كل يوم جايدة نعم السيدة زينب الاجماطي عضو المجلس البلدي سوق الخميس مساحل كان الله في عونكم شكرا جزيلا لك